اطلق الفلسطيني جمال حرب عمران من بلدة بورين جنوبية نابلس في الضفة المحتلة اسم شيرين أبو عقلي على طفلته التي رزق بها وذلك تيمنا باسم الزميلة الصحفية شيرين التي استشهدت برصاص قناص الإسرائيلي وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورا للمولودة الجديدة وهي ترتدي ثوبا أبيضا مطبوعا عليه اسمها مرفقا بكلمة براس وهي الصحافة وتحتها شعار قناة الجزيرة حيث كانت تعمل زميلة شهيدة ويظهر في صورة قميص أبيض مطبوع عليه أيضا صورة زميلة شيرين أبو عقلي وهي مرتدية سترتها الصحفية في جهة وعلى الجهة الأخرى صورة لخريطة فلسطين وشرى ناشطون إلى تسمية آخرين لموالدهم بالاسم ذاته وتوقعوا تسمية مولودات أخريات باسمها وكأنهم يريدون التأكيد أن شيرين تولد مرة جديدة كل يوم ينضم إلينا عبر الانتنات من نابلس جمال عمران فلسطيني أطلق على مولودته الجديدة اسم الشهيدة شيرين أبو عقلي جمال نبارك لك بولادة ابنتك شيرين أبو عقلي وشكرا على أن يكون هناك مزيد من شيرين أبو عقلي بارك الله بكم الله يبارك فيكم يا رب قديش عمرها هلأ شيرين الصغيرة شيرين عمرها الآن ثلاثة يومين يومين يعني انولدت الخميس الأربعة الأربعة في نفس اليوم بعد استهادة الشهيدة بساعتين فقط شيرين أبو عقلي بعد استشهاد شهيدة شيرين أبو عقلي بساعتين كان جاءت شيرين إلى الحياة مرة أخرى طيب يعني ما كان عندك اسم قبل استشهاد زميلتنا شيرين أبو عقلي ولا أنتو كان عندك اسم وقررتوا بعد اغتيال زميلة شيرين أبو عقلي اختيار اسم شيرين مرة أخرى كان والله مفكرين في اسم ثاني وفي لحظة استشهادة الشهيدة شيرين أبو عقلي كررنا مباشرة أنه إن كافي شهيدتنا بنسمى على اسمها والحمد لله رب العالمين لقينا صدد واسع وحب للناس ودعمهم ومستندتهم إلنا وتأييدهم وشعرنا برد جميل صغير لشهيدتنا وصحفيتنا رحمة الله عليها يعني كلنا شفنا صور الصغيرة الجميلة شيرين ما شاء الله عليها الله يحمي لك إياها وينبتها نبات حسن بإذن الله ولكن يعني هتحمل اسم شيرين أبو عقلي هل يعني تعتقد أنه لما تكبر وتحكي لها الحكاية كيف يكون رد فعلها لما تكبر ابنتي أنا متأكد رح تكون فخورة بأبيها لأنه سماها على اسم صحفية شجاعة استشدت في موقع الحدث تحت زخات المطر ورح إن شاء الله تكون ناجحة عمنا إن شاء الله ونوصيها لنفس المقام إن شاء الله اللي كانت فيه شيرين أبو عقلي وتنكل نفس الصورة لنكلتها وتنكل لهمنا ومواجعنا للناس والعالم كما فعلت شيرين أبو عقلي رحمة الله عليها يعني وكأنه ترجم العملية لمقولتكم إنه اغتيلة شيرين فكلنا شيرين ولكن يعني كلنا شيرين وإن شاء الله وإن شاء الله ابنتي ستقول الكلمة شيرين أبو عقلي التغطية مستمرة ولم الاحتلال لن يسكت صوت الحق صوت الحق لن يسكت يعني جمال خليني أترك شيرين الصغيرة بما أنها يعني صغيرة جدا في هذه المرحلة ويعني ما زالت في أحلام الأطفال يعني أرى أنك تحملها نتمنى أنه هي بخير وبسلامة بإذن الله خليني أسألك عن شيرين الكبيرة شيرين أبو عقلي شاهدتني الله يحميها خلينا نشوفها تاني خلينا بنا نشوف إياها شيرين أبو عقلي تعود لشاشة الجزيرة من جديد فإسمها ولبسها وروحها موجود معنا شيرين أبو عقلي عادت لشاشة الجزيرة مرة أخرى من جديد بروحها و بروحها يعني جسدها لأ عند الله يعني يعطيك العافية ويباريك لك في بنتك بإذن الله ولكن يعني أحكي لي عن شيرين أبو عقلي شيرين أبو عقلي الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلي الكبرنا ويربينا جميعا نسمعها على شاشة الجزيرة بتختم كل تقاريرها الصحفية من القدس رمضة القدس الأرض المحتلة شيرين أبو عقلي الجزيرة كيف حسين؟ لأنه اغتيالها لا يمسنا فقط يمسكم أنتم بالأساس أيضا الفلسطينيين لمست حب الشعب الفلسطيني والعربي والجميع حبهم لشيرين أبو عقلي من خلال اهتمامه الكبير بابنتي والاتصال عليها والإطمأنان عنها شيرين أماني في رقبتك شيرين أماني في رقبتك هاي مش بس إلك مش ملكك لحالك هاي ملك الجميع يعني صدقا سمعت سمعت كثير ناس بكل بنتك خطيئة برقبتك يعني من كثر حبهم لا شيرين أبو عقلي رحمة الله عليها والشاشات افتقدتها والكدس وباب العمود وكل مواقع الاشتباك وجميع المدن الفلسطينية افتقدت الشهيدي شيرين أبو عقلي رحمة الله عليها فعلا يعني هي خسارة كبيرة إلنا أم صدقا أم صحتني من النوم بتعيط تبكي كل شيرين أتصاوبت كان متصوبي فبعد فترة بسيطة بتقول لي أستشهدته تبكي يعني صدقا يعني حب كبير لشيرين أبو عقلي رحمة الله عليها عز مزنا ومنعز الشعب الفلسطيني وقناة الجزيرة وكتر وكل الإعلاميين الحرار حول العالم في مصابنا الجلل وأسأل الله الرحمة لشيرين أبو عقلي يعني شيرين ما تمش اغتيالها يعني كصحفية بل حاولوا أنهم يغتالوا صوت الحق والإنسانية حاولوا سكاتنا وإحنا من تسميتنا لشيرين أبو عقلي أنه فلسطين ولادة ورح كل يوم بإذن الله رح تطلع شيرين جديدة وتصير عخطاها وأنا إن شاء الله رح أكررها إعلام ورح أسجلها رح تكون أصغر صحفية رح أسعى أني أدخلها كلية إعلام حتى وهي طفلي يعني رح أقطعها أفوتها على الجامعة وأسجلها إعلام من الله تعالى يعني البنت هاي رح تطلع إن شاء الله صحفية يعني مفيش مجال يعني هذا رد اعتبار بسيط جدا من الشعب الفلسطيني لروح شيرين أبو عقلي هذا أكل واجب علينا أكل واجب أستاذة جمال نحن أبناء انتفاضة يا أخت نحن أبناء انتفاضة الثانية في كل يوم في كل لحظة كنا نشوف شيرين أبو عقلي عنا على المستوى نحن كري صغيري عدة مرات جاءت على البلد لكن سبحان الله حاولوا إنهم يغتالوا الحقيقة على مرأة جميع بلباسها الصحفي أنا طبعا هذا اللباس لعبرنا الناس إنها استشهدت طفلة بريئة استشهدت باعتبار إنه ما يعني يعني ما كدروش على المكاومين جايين يغتالوا الصحفية صحافة واضحين وضوح الشمس للجنود إننا إحنا صحافة كان ناس إسرائيلي فراس يعني دمدم وطبعا شعار الجزيرة لأنها مش بس بنت فلسطين كمان بنت الجزيرة هاي شيرين أبو عقلي بنت فلسطين وبنت الجزيرة طيب جمال جمال لو قلتلك يعني هلأ يعني تحمل مرة أخرى شيرين أبو عقلي صغيرة وبتوجه لها رسالة أو تحكي لها حكاية شيرين أبو عقلي مراسلة الجزيرة يا أبوي إن شاء الله لما تكبر يا أبا رح تصير صحفية ورح تكوني إعلامية كبيرة اسمك شيرين رح تكوني شيرين وبإذن الله رح تكوني في قناة الجزيرة كمان يعني رح مش رايحين نوقف هذا الاسم ولا هذا الصوت ولا رح يسكت وهذا الصوت لن يسكت وهذا الصوت وهذا المنبر لن يسكت وهذا الاحتلال بإذن الله إلى زوال وكل من وكف وأجرم فيها رح ينال جزاؤه بإذن الله رب العالمين وهذا الصوت اللي بنكل بفضح الاحتلال رح يظل موجود بإذن الله تعالى ولن يسكت الاحتلال أصبح يغتال الصحفيين لأنهم بالعربية الفصحف فضحوا أمام العالم فضحوا الجرائم الاحتلال كانت تغطية في رمضان في كل انتهاكات تم تصويرها وهم بدهم يسكتوا هذا الصوت وهذا الصوت لن يسكت بإذن الله بإذن الله لن يسكت هذا الصوت ولم يسكت من نابلس شرين أبو العاقلة شكرا جزيلا جمال عمران الفلسطيني الذي أطلق على مولدته الجديدة اسم زميلتنا شهيدة شرين أبو العاقلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا